تعال كيف كيف الحب إذا انتهى لا يعود فمن يحب مرة ثم ينسى لا يعود مرة أخرى الحب لا يتجزأ فإما أن يكون محب وإما فلا الصديق تلاقي صديق مقرب صديق عزيز صديق قريب الصداقة أحيانا قد تتحول إلى حب لكن المحب مستحيل أن يكون مجرد حبيب مجرد صديق مستحيل أن يكون مجرد صديق فلذلك فيه أوجه اختلاف ما بينهم ولكنه متشابه مضمونا لا 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 يتشابه مضمونا هناك اختلاف كبير أنا أخالفك طبعا أنا بدي بس أعود إلى بوت أنا في بوتقة أنا والله البوتقة نبغى أن نعود إلى بيت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رزقت حبها السؤال الذي يمكن المستخلص من هذه الكلمة وهو ترى حديث طويل وجاءت هذه الكلمة في آخر وانا والله سألت كثير هل الحب رزق الله على رسولنا أفضل الله الصلاة والمسلم حينما قال رزقت حبها يقصد خديجة رضي الله عنها هو رزق والمحبوب عند الناس أنا أقول هذا رزقه الله محبة الناس بالعكس هذا شيء ينزله الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس يتمنى أن يمتلك حب الناس مثلا بماله بجاهه ولا يجد الشيء هذا وقد تسمع من بعض الناس يقول يا أخي هذا كيف يحبونها الناس فهذا رزق أنزله الله قسمه الله لفلان يعني فلان يحبونها الناس أكثر من فلان وهذا يعني رزق يقسمه الله سبحانه وتعالى لذلك حيننا رزقنا بحب حاتم للإعداد فقدم لنا هذا الأسئلة لا أنا ما رزقت حبه حاتم حبه للإعداد وليس حبه لنا من أجل عظم الحب قال بعض الفلاسفة أن الكون لا يتحرك إلا بالحب هاني ماذا تقول أنا أذكر هذه المقولة ابن القيم رحمه الله كان يقول كل حركة في العالم طيب في واحد الداخل ما نبس ما طلعت داخل عصصة طيب ممكن تعطيني وقت تتكلم بس طيب كان مداخلة جدا قل قصة أبو الدرداء وقصة ابن القيم يقول رحمه الله كل حركة في العالم العلوي والسفلي أساسها العب أصحاب علم البرمجة يقولون وراء كل فعل نية إيجابية أو حب ممتازة وش النية الإيجابية وراء القتل وراء قتل القاتل يقولون حب البقاء بس السلوك كان خاطئ وراء السرقة يعني حب المال أحيانا لكن السلوك خاطئ فهم يبحثون في ذلك لذلك لو سألنا على موضوع موضوع أسباب الحب وهذه أسباب تكلمنا عنها مرة ماضية لكن أريد أن أكد عليها مرة وهذه لها علاقة موضوع الرزق الحب رزق الله الحب له أسباب وفكرة الحب من غير سبب يعني أنا لم أقتنع بهذه الفكرة وأسمع وناساً يقولون أنها فكرة بليدة وغبية لكن أنا أحتنم أحتنم أحرمها كفكرة لكن لم أتفهمها الحب خمس أسبب من يتوقع سبب منها؟ مهروفة يعني مثلاً لماذا تحبي يا طاهر وش السبب اللي يدفعك لحب سين أو صعب نعم تفضل يعني منظم الأسباب الأخلاقي جميل حسن الخلق هذا سبب احترام حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق رغبة أو رهبة رغبة أو رهبة جميل تملك إيش؟ تملك الرجع كيف التملك؟ لأنك تحب تملك حب التملك وهذا أحد عيوب الحب وليس من الصفات وأيضاً من عيوب الحب وأنا أستميحك عذراً الإنصهار ما بين العاشقين أو المحبوبين أن نكون جسداً واحداً وهذا قادح من قوادح الحب بل كمال الحب أن يكون هناك انفصال استقلال استقلالية ولذلك هنا يكمن عنصر من عناصر الحب وهو إيش؟ الاحترام والتقدير وهما منفصلين فأنا أحترمك وأقدرك على ما فيك من عيوبك أما أن تدخل فيه ودخل فيك رجعاً لا لأنه فكرة فكرة الامتلاك في الحب هذا يمكن كل عنها محمد يمكن بطريقة أفضل في موضوع الحب خمس أسباب الجمال هذا سبب من أسباب الحب ولا نخفيه في أشياء كثيرة تحبها لأنها جميلة ورائعة بعض الناس يحب الخيل لجمال الخيل يحب الأبل لجمالها طلعتها ونزلتها السبب الثاني وطبعاً ويحب الأشخاص لجمالهم والزوجة والآخر لذلك في موضوع في موضوع الجمال هذه نقطة مهمة للمتزوجين في موضوع التجمل للطرف الآخر يا سلام مو بشرط أن خلاص تزوجنا خلاص صرنا كل شي صرنا عادي لا مو بصرنا عادي التجمل شي مطلوب كذلك بعض الناس يعني فكرة أنه خلاص أنا خلاص يعني أحب يعني أقبل بكل عيوب أقبل لك بكل عيوب هكريحة فأقبل الله هي تجمل ولا بيأخذها لها الثانية ممتاز يا هجمي مرتد طيب وهو يجمل ولا تخلعه طيب وليه قانوني موجود لا نجيبينك معنا جميل الجمال حسن الخلق لما من أسباب من أسباب أني وحبك أني يكون خلقك حسن معي وهذا سبب هذا سبب سابق للحب فمن جمال تعامل كدكتور كأستاذ كصديق كزوج كمعد كمعد لذنامج حسن الخلق كصديق المعد كصديق المعد السبب الثالث هو الفضل أن يكون لك فضل علي الله فوجود فضل مثل فضل حاتم هذا الفضل دافع من أسباب الحب والناس خلقت وجبلت على حب من يحسن إليها السلام فكلما أحسنت إلى الناس الناس مجبولة السبب الرابع هو سبب الرجاء 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 هو شو بمعنى طبعا قريب من فكرة الرهبة أنا أرجو من هذا الشيء ولذلك الناس تحب القوي أحيانا ليه؟ لأنها ترجو منها والناس تمجد الناس تمجد الشخص هل نقول تحب المدير أحيانا بمعنى لأنه يملك سلطة وعنده رجاء وفي رجاء فيه رجاء فيه أو في سلطاته أو في كذا فالناس تحب من أجل الرجاء فإذا كان فيك شيء يرجونه الناس بمعنى الفائدة لك كن شخصا مرجون عند الناس كن شخصا تقدم للناس خيرا السبب الخامس العلاقة فالعلاقة بمعنى أن مع طول العلاقة بيننا لذلك بعض الناس مثلا يحب حيهم القديم ليش؟ تربط علاقة وذكرة فيه علاقة وفيه علاقة عامل الزمن فيه عامل من أو عامل الوقت والزمن عشت مع هذا الوقت عشت مع هذا المكان فكوني أنا صديق لك يا طاهر من عام 26 هذا سبب يدفعني لحبك ليش عبه؟ والله صديق من زمان نشطر للآشب أنه من جماعة للآشب أنه من جماعة للآشب من أيام الرخص من عام 26 الصداقة ما تنتهي لكن الحب إذا أنت لا يعود أنا ممكن موضوع الصداقة تنتهي ولما هنتهي والحب ينتهي هذا موضوع طويل لكن في فكرة مهمة اللي كنت سالتك فيها بسمانه في موضوع الانتلاك في العرب أنا ودي بس لأن الوقت دهمنا لم يعد تعدين المرحلة نبغى بس ثلاثين ثانية نختم عند كل واحد بس هد ما يهلق ولا بقى ما يهلق لا بتعليقك هاني تفضل يا بو سلمان أبغى عباكتس الجاوبي على الفكرة كل واحد يختم يا شباب أنه الحب يعني تتملك أنا أحبك يعني أنت لي فقط طيب شوف هو من طبيعة الإنسان إذا أحب شخص أنه يبغى أنه يكون أقرب له لكن خليه يتملكه وينقطع عن أي عالم آخر فهذا مقبرة الحب فعندما تحب شخص أنت تحبه هو قريب لك لكن أيضا عنده دوائر وتقاطعة في دائرة الاهتمام الرئيسية اللي أنت فيه إذا من كمال الحب أنه أعطي الطرف الثاني مساحة نعم ولا قتلت هذا الحب ولا قتلت هذا الحب لأنه عاش في بيئة صديقة عبد الله كلمة كلمة نعم أختم بها أخلنا نمشي هنا وبعدا نجي بكلمة ربا خير طاهر طيب أنا تبادر إلى ذهني سؤال يعني شخص يحب شخصا ما وسخر له وقته وجهده وأنا أقول أذل نفسه في أمور كثيرة هل يسمى هذا حبا أو لا أترك الإجابة إذا بغوا الجمهوري يجاوبونا أترك الإجابة عني تركي يقول لا يعبر عن شيء إلا بما هو أرق منه فما أرق من المحبة فما يعبر عنها إن شاء الله أبو سلمان أه والله أنا أبهرني كلام تركي ما أفهمت من الكلمة طيب بس أه إنت عجبك تلقى أولا أجبت كي أو أن لأ أجبت كي لعبة سحيتسجرواصل أنا أصدق بغد وغده وكي لا إله أعلى أعسب الببتق ترى أعسبب أبو كتر كثيرة مسلمان جميلة كتير أشتروا والله أن نسيت اللي فقولك راح لبعض اشتركوا في القناة الله يا عبد الله أنا أقول كل الأشخاص بحاجة إلى التقدير والأمان أكثر من حاجتهم للحب سؤالك طاهل عن موضوع أنه ذلة نفسه تشير أو ترمي إلى فكرة الحب من طرف واحد وفكرة المطاردة في الحب ويمكن هذه الفكرة مختلفتنا فيها حاتم أكثر خلاص يعني الحب علاقة متى لم توجد هذه العلاقة ما الفائدة من الحب ما الفائدة من أني أحب سين المشهور وحط صورة في كل مكان واكتب عنه ورسله رسالة 24 ساعة قال هو مشهور بغيري هو ليس لي ما الفائدة من هذا الحب وهذا اللي أنا أقول اللي هو التعلق فحب أني أبكي عليه وفكر فيه ورسله وحط صورة وصمم في جوالي وحط خلفية وحط له ورقة تحت مدير وشه ما الفائدة من هذا اللي سأل العقل يسأل نفسه ورقائده حيث ماذا رأيك أنا أقول على عظم أهمية موضوع الحب ولكن أعتقد أن الصبر هو أهم من الحب ولو ذهب الحب لما كان هناك مشكلة المشكلة أن يذهب الصبر من الصبر قد يولد الحب لكن الحب لا يمكن أن يليد الصبر صحيح 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 كلام كليم هذا كلامي طيب لذلك في أي علاقة ترى الانبهار هو أول شيء أحد الانبهار بعدين الاكتشاف بدين تعايش وهو من الصبر وهذا أيضا ممكن أن نتكلم مع أبو سلمان هذه المراحل الثلاثة هي من الأشياء التي يقع فيها المبتعد والمشكلة بسلمان وشي؟ المشكلة إذا كانت انبهار ثم اكتشاف ثم تعايش الوضع صحي وجميل المشكلة الذي يحصل في واقعنا هو انبهار ثم انصهار ثم انصهار ثم اندثار أي ثم اندثار أنسى نفسي وأنسى ثم الأقمار لا 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 بمسجع ثم حمار لا 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 استحمى نحن بمسابقة كلمات والليل والنهار وصار فيها الاستراض ريال مبردات لا لا موضوع اني انبهار أي شي جميل ويأسر على مثلا خلنا خلنتكلم عن موضوع حب المشاهد أنا شفت واحد مشهور على شاشة مباشرة تتيجي فكرة الانبهار إذا تبعها فكرة الانصهار اني أنسى نفسي وأنا مو مهم أهم شي هو وأتابعه ولا آكله ولا أشرب وعيش حياته وأتتبعه في كل برامج التواصل وكل الإتصالات والجوالات وأنسى نفسي وأنسى دراستي وأنسى حياتي وأكر حسابه وأكر حسابه لا وحتى وحتى أحيانا انت ردنا هذي ونسمع يقول والله أنا شفتك في الشاشة وحبيتك على طول أنا أرد يقول هذا ليس حبك مهم جدا وداما ندرسه في عمل نفسنا لكل إنسان شخصيات متعددة فشخصيتي كإعلامي قد تعجبك شخصيتي كمدير قد تعجبك لكن صدقني عندي عشرين شخصية ثانية أنت ما تعرفها اليوم عني يمكن لو عرفت واحدة أو ثنتين منها راح تكرهني طيب ويمكن راح تحدفني من كل وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك يقولون أن الإنسان هو ممثل كبير لأنه يحمل في نفسه أكثر من شخصية ويقولون أن هذه الشخصيات هي تمثيلية كبيرة جدا أنت بطلها طاحر بيقول شيء أنا ولله بس رسالة أبعثها من هنا أمي وأبي وزوجتي وأبنائي أحبكم اليوم ما شفتوا من شغلت السلام واضح أن أطلقت لك حريقة في شيء لا بس رسالة وشكل موضوع التعدد هو كان في مشكلة جميل جدا طيب نقاشكم جميل عن موضوع الحب ويمكن موضوع الحب من أكثر المواضيع الشائكة في الطرح لأنك لما تطرح الحب تتوجه الأسماع والأذهان إلى فكرة الحب ممكن أوصح بالكتب أنا ممتاز ممكن تتوجه الأذان والأفكار إلى فكرة أن الحب هو علاقة المحارمات لكن الحب هو تراث وهو شيء جميل بيقول حاسم كتاب وعندي نقطة بصغيرة ما هي كتاب هي كتب أنا أعتقد أنه لابد أن تتدرج في في القراءة عن الحب هناك ثلاثة كتب لابد أن لكي يكون عندك هناك تصور خليك من المعايشة أنا أرجو أنك تقول الكتب حاتم وبطريقة واضحة وتكررها ثلاث مرات لأنه ممكن في واحد يجيك بعد شيء في الدارة ولو سمحت ما أسماء الكتب التي ذكرتها نعم فعشان كده أنا أتمنى من قناة بداية العريفة يعني هناك ترجمة للأردو يعني يتصل لأسقع العالم يعني الكتاب الأول هو كتاب العشق والحب لابن حزم بعدها طوق الحمامة طوق الحمامة بعدها روضة المحبين طوق الحمامة لابن حزم روضة المحبين لابن القيم ابن القيم ثم تنسف الحب نسفا لذم الهوى لابن الجوزي هكذا يأتي التدرج ما بأي رغبة البعد فقل كتبها بياك والله يعني ما يشني هيد طوق الحمامة بحزم طوق الحمامة رائع جدا روضة المحبين ابن القيم ذم الهوى لابن الجوزي هذه الكتب الثلاثة هي ثالثة الأثافي يعني ثلاثة العناصر التي يستقيم عليها الحب والبناء الشامخ لأنه كانت انقرأت فقط